الخبر الأول اللي عادنا عن ياسو متابعين والتهجم اللي تعرضت له طبعا الخصوك اللي بدت يا حبايب لما صديقة ياسو نزلت على حسبها بالإنستجرام هذا الستوري شوي كان غريب ولملاحظ يا حبايب لو تركزون على تشتف ياسو راح تركزون انه اكو هنا سويت وشم جديد والهو صاير على الشكل الهلال فهذا دخل هو من متابعين طبعا يتهجمون عليها فلما يعرف يا حبايب ان الوشم بالدين الإسلامي يعتبر حرام حسب الحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وطبعا ياسو شانت خافي هذا الشيء على المتابعين إلا لما صديقتها نزلت هذا الستوري وكشفتها فاكتبنا يا حبايب بالكومنتات شارككم بتهجم التعرضات لهذا يستحق أو لا وننتقل حاليا للتهجم المرابلة تعرضت لنارين بيوتي من جمهور نورستارز السبب تقليد هائلها فالخصوك اللي بدت يا حبايب لما نورستار بيوم الأيام نزلت على حسب بنانستجرام من حوالي شهر تقريبا هذه الصورة يا حبايب نرجوي بها واليوم يا حبايب نارين بيوتي نزلت على حسب âgeب إنستجرام هذه الصورة والي هي نفس الصورة تقريبا نستخلط ومن صورة نورستارز هذا يخليك كل التعليقات على البوست يا حبايب قبير يقول !!!!!!!!! ونتقل حاليا نورمار وننتقل حاليا نور مار وننزل شوية استوريات ويا غيث مروان كانت اعلم من خلالها انه راح ينزل فيديو هواوية وغيث مروان صار يقولوا بسبب هذا الفيديو انكسرات ايده طبعا الفيديو راح يزدلكم اليوم يا حبايب على الساعة بالاربعة من الواضح المفيديو كل شنر يحطوكم الاستوريات شوفوها الفيديو صار على اليوتيوب ستحضروا و هلأ اعلا بصور فيديو مع نور يس جاي فينا عخرت اكسر لايدي قبل المنزل و هم بلشتر صوية حتى المنزل وايب باب طبعا يا جماعة خلصنا الفيديو فرجيون ايده فرمت فرمت ايده ما احد قدر تشوفه بس هتشوفوه من الفيديو لك لك ايده شون عكس عكس شوف شوف ايده هم هتشوفو كل شي يوم الساعة عندي على اليوتيوب خليكم جاهزين لفيديو اخرى بايس فيديو موذي جدا فتونا احباب الكمنتاج ياتبت حمسين لهذا المقطع وننتقل حاليا ساهر منذر ولو انتهى لانو الهكر يا حباب اللي هكر بيسان وانا شايب رجع حاليا هكر ساهر منذر وقالوا ان ما رح يرجعون حسابه فلتوقع ان هذه نهاية ساهر منذر اكتبنا احباب بالكمنتاج هلو اتجعلت وافرحتوا بهذا الخبر ننتقل حاليا موفلوكز واخته ومزوزي لهم الاغنية الصراحة ان اغنية كلش نارية بالنسبة ايش خاصة ان نسمعوها انصحهم بروحوا نسمعوها للفيديو كليب نار والاغنية نارية وبنسبة ايش خاصة اللي سمعوها يا حباب اكتبونا بالكمنتات شون تقريبكم لاغنية عشبتكم او لا ونتقل الاخرشي لفضيحة التقاء نارين بيوتي وغيث مروان بالسر متابعين يا حباب اللحظوا انو باخر الفيديو نزلت نارين بيوتي بواحد من اللقطات تقريبا طلع غيث مروان للحظة واحدة تقريبا بالمراي نفس اللبس وناس شكلها بالضبط تقريبا فلتوقع ان فعلي هذا هو غيث مروان فلتوقع لسبب خلال نارين انو تخفي هذا الشي عندنا نلقاهم الفعلي اكو علاقة تحبينات ومثل ما تعرفون انو غيث مروان هو يحب نارين بيوتي مادر اكتبونا بالكومنتات شون توقعاتكم هذا الموضوع وبوصل لحبايب رابط آلات الثانية بالوصف الكل يشترك بها لنحن نصار نزل لكم مقصد كونش نارية وبس شاركوا في الزي من قناة ممكة القصص مع السلامة